ارتفاع النهز 20% في دعم أسعار مدتي غاز البوطان والسكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية أي بـ 3.89 مليار درهم مقابل 3.25 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية المعطيات التي كشفت عنها إحصائية صندوق المقاصة أظهرت أن الدعم الذي خصصته الدولة لأسعار غاز البوطان كلف خلال الفصل الأول من السنة الجارية 3 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية ما يمثل ارتفاعا قدره 26% وارتفع دعم غاز البوطان الذي يستعمل للطهي ويستغل أيضا من قبل استغلالية فلاحية بين الفترتين المذكورتين بـ 616 مليون درهم ويرجع السبب في ارتفاع الدعم المخصص لغاز البوطان رغم استقرار الكمية المستهلكة إلى ارتفاع أسعاره في السوق الدولية إذ تجاوز سقف 500 دولار للطن كمعدل لكنه انخفض في شهر مارس إلى 291 دولارا بسبب أزمة فيروس كورونا أما تكاليف دعم مادة السكر فكلف خزينة الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية 873 مليون درهم مقابل 882 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بارتفاع طفف قدره 2% ما يمثل 21 مليون درهم كزيادة ومن المنتظر أن تنخفض تكاليف دعم مادتي السكر والبوطان خلال الفصل الثاني من السنة الجارية نتيجة تهاوي أسعارها في السوق الدولية بعد انخفاض الطلب بسبب تدعية أزمة كورونا شكرا